السؤال الخامس في شرح كتاب الفقه المعاصر في فقه الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السؤال النهاردة ما حكم تارك صلاة الجماعة وما معنى حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن تارك صلاة الجماعة ربنا عيصيبه بتلت عقوبات العقوبة الأولى إلا يحصل إن النبي عيقابل النبي يوم القيامة ويجده كاره له يريد أن يحرقه لأن النبي غضبان منه العقوبة التانية إن صلاته احتمال ما تتقبلش مختلف فيها العقوبة التالتة إن أصابه غم ترك صلاة الجماعة اللي هي واجب من الواجبات وتركها كبيرة من الكبائة على طول عايش في غم يبقى رسول بكره صلاة مختلف فيها وعايش في غم طب إيه الدليلنا رسول بكره قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بنفس بيده قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لم يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوته والذي نفس بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لأتوا العشاء معنى الحديث النبي دخل العشاء لقى مجموعة من ناس مش بتصلي مش موجودة بتصلي في البيوت فالنبي قال أنا خلاص هميت إن أنا أخلي واحد منكم يقوم الصلاة وأمر التانين يجيبوا حطب وراح أولع في بيت الناس دي عشان أنا بكرههم اللي يسيب صلاة الجماعة أنا بكرههم طب ليه رسول الله ما عملتش كده حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه فالنبي ساب رأس المنافقين أبايا بن سلول ولمعاه عشان لدرء مفسده أكبر والنبي بيقول لو كان قبل في صلاة العشاء فيه أكل فيه عرقا سمينا يعني ملان دهنة أو مرمتين حزنتين يعني مصورتين أو حد الكوارع لأتوا العشاء لكن هما الأكل عندهم أغلى مئة مرة منين من الصلاة طيب العقوبة التانية إن صلاته فيه خوف قال اللي بيقول بالكلام ده شيخ الإسلام ابن تامية وابن حزم بيروا إن صلاة اللي ما صلاش جماعة وصلى في البيت أصبحت صلاته باطلة طب يستدلب إيه شيخ الإسلام يستدلب حديث من سمع النداء فلم يأتهي فلا صلاة له إلا من عظم فقالوا لا صلاته لو يعني صلاته باطلة إحنا شايفين ماذا بده مرجوح وإن الراجح إن الصلاة تقبل لحديث النبي السلام صلاته الجماعة أفضل من صلاة الفاذ ب27 درجة فاعتبرها درجة فإحنا بقول إنها مقبولة لكن في قولي تاني إنها مش مقبولة فبدامعة تصلي وببدامعة تتعب فخلاص بقى روح صلي في البسجد وخلاص ما انت كده كان متوضي بصلي ما فلاقيتش المشور يعني عشان تبقى صلاتك مضمون إنها مقبولة طب صليت في البيت أصبحت صلاتك فيها خلاف طب آخر حاجة إن انت ارتكبت كبيرا من الكبائر تارك صلاة الجماعة اللي بيتكسل ده بيتكب كبيرا إن هو ترك صلاة الجماعة طب ما الدليل صلاة الجماعة واجبة وتاركها يأسم أربع دل أول دليل أن النبي عليه السلام لم يعذر الأعمى ولم يعذر المجاهدين ولم يعذر المتكاسلين واجعلها علامة الإيمان طب ايه الدليل أن النبي لم يعذر الأعمى النبي عليه السلام جال واحد أعمى قال له يا رسول الله أنا عندي ستة أعذار وعاوزة صلى الفجر فس في البيت من أجل الأعذار الستة قال له إيه عذرك에 قال له أنا أعمى وليس لي قائد يقودني وداري بعيدة والسكة فيها هوام يعني أنسى الصعبان والسكة فيها نخل بغبط فيه مطالب صلاة الفجر بس فالنبي قال له صلي في البيت فلما لا ولا عمقرب نحية الباب بتاع المسجد دعاه قال أتسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة طبعا ما فيش حد فينا عنده أعذر دي كلها عشان يقعدوا يقولها مش راح المسجد طيب تاني حاجة لم يعظم المجاهدين المجاهد في سبيل الله اللي واقف قدام الأعداء لو وداهم ظهروا وصلوا جماعة ودهم ظهروا ظهرهم العدوة يهجم عليهم فربنا شرع لهم صلاة الخوف في صلاة الخوف أول حاجة بيتجه نحية العدوة مش القبلة تاني حاجة نصهم بيصر ولا الإمام ويطلع يمسك السلاح والنص التاني بيخش ورا الإمام والإمام لسه قاعد على الأرض طيب بقى عشان صلاة الجماعة الشرع تنازل عن القبلة واستقبلها ويتنازل عن متابعة الإمام ويتنازل عن حاجاتها مع أن لو كل واحد صلى لوحده عايصلي صلاة كاملة ويستقبل القبلة بس صلاة الجماعة أهم فلم يعظم المجاهد المحارب إلا أن يصلي جماعة تالت حاجة قالوا ادل على وجوب صلاة الجماعة ربنا لم يعظر المتكاسلين فقال النبي السلم لا ينتهينا أقوام عن ودعهم الجماعات أو لا يختمنا الله على قلوبهم ولا يكوننا من الغافلين وقال النبي السلم أفقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة الإشاء آخر حاجة جعلها علامة الإيمان قال النبي صلى الله عليه 40 يوما في جماعة كتبت له براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق والنبي ربنا قالوا اركعوا مع الراقعين فصلاة الجماعة واكبة واجبة ودي علامة الإيمان يبعدنا تلات عقوبات عايقاب للنبي يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم غضبا منه عايقاب الربي لأموك ربنا يبطله عماله ولو ادلوا عدلوا واحد من 27 درجة وفي الآخر عايخد زنب ترك صلاة الجماعة وقلنا أربع أدلة على وكوب صلاة الجماعة وانه لم يعذر أحد منها كل قولي هذا واستغفر لي ولكم